موسيقى معينا النهاردة في كارديو أليكس إثين الأستاذ الدكتور طار إزدوابي أهلا بحضرتك دكتور دكتور حضرتك أول مرة تشرفنا كارديو أليكس أنا نائب رئيس المنطقة وإحنا ننظم كارديو أليكس بأن حوالي 17 سنة ده كارديو أليكس العام 17 من 2002 والحمد لله كارديو أليكس أصبح بالوقت في أكبر أطمر قلب في الشرق الأوسط ويمكن المشتركين في هذا الأطمر هذا العام تعدوا 7000 فضل على مستوى جهورية مصر العربية على مستوى الجهور العربية على مستوى الجهور الأفريقية السنة دي تميز بالمشاركة أكبر من أفارقة ومشتركين من أوروبا وأمريكا وعدد الأجانب المشتركين المكتمر تعدى 80 أستاذ دكتور كنا عايزين نعرف من حضرتك إيه رأيك حضرتك لسنة دي مؤتمر؟ يعني المؤتمر السنة دي زي ما قلت لحضرتك عدد المشتركين أكبر عدد المشتركين من أطباء الشربان أكبر ويمكن في ألف وتنسونيط طريق شاب مشاركين في الجلسات لأسة الجلسات مشاركين في لقاء الحضرات وإحنا دايماً بنقول أن أمراض القلب يومية في التطور يومية في التطور فإحنا طبعاً هذا المؤتمر يدرس ما أحدث ما وصل إليه أمراض القلب عندنا نقل بس حقيقي مباشر لحالات قصة القلب من جميع الحق الجمهورية ومن دامريكا بس مباشر لحالات الصعبة ويتناول من فلان الفيديو كونفرنس ملاقشات بيننا وبين الأوباريتور اللي هم يكونون في عملية التسطرة الحاجة كمان المهمة أن أضافنا في السنة دي يعني كلي كان سنة في مؤتمر سيشنز جلسات للمرضى ونفسهم يعني إن شاء الله يوم جمع سيشنز جلسات للمرضى ونفسهم سماعت أن الأول مرة كان يشارك لأطباء اللي هم عبطاء الطوارئ أطباء الطوارئ أطباء الطوارئ أطباء الطوارئ كنينيكا الفارماسي السوداء الكليميكية التمريد الفانيليم كل دي مشاركة للأطباء وافتزائي دكتور كن حضرتك عندك سبيتش أكيد في الممكن ممكن حضرتك تتكلمنا عنها أنا كن متطلم على أمراض القلب وأهمها أحنا بيقول أمراض القلب ذات المنتشرة في العالم مهمة نصر العربي وأهم أمراض القلب هي بلدات أشهرين طبعاً دينا المواد الفكتيرة العوامل المساعدة عليها إرتفاع ضغط الجامع إرتفاع كولسترول الجامع سكر كتخين إحدى العوامل الفكتورة اللي تقدي أحيطها في قلب ونشوف ده في شباب في سنة عشرين وثلاثين سنة في مصابين بداية في القلب وده بسبب كتخين يعني حتى بعد ما بنعمل قسطرة ونشوف منظر الشرعين مفيش تصلور الشرعين ولا أكد نلاقي الشريان كويس وجلطة قفل الشريان فده السعادة بالجلبة فلهمنا جداً إن أحنا يعني لقل الشباب لقل المرضى من حدوث جلبة القلب عن طريق السيطرة على المضعطات دي تسبيت الضغط، تسبيت الكولسترول علاج السكر دي الأخلاعة من تتخين ديها حاجات مهمة الحاجة الثانية المهمة وهي أن يحدثوا الأعراض يعني يجب أن يحدثوا الأعراض أهمها أعلام حتى للصد قد يكون أسبابها كثيرة لكن اللي يحدثوا ده هو طبيب معارض لو المريض معروف إنه هو بيأخذ أعلاق بسول الشباب تاجنة يجاله أعلاق حق للصد يجب أن يتاجه إلى الطوارئ في المستشفى بحيث أن الطبيب هل يقلل حق وسائلتها ويقرر هل ده محتاجة علاج ولا لا هل دي حالة جلطة وليحها جلطة عشان يأخذ الأعلاق المناسب في الوقت المناسب بحيث أن كما قلت عوامل الفكورة دكتور كنادينا عرف أن حضرتك ما هي عوامل الفكورة بالنسبة للجلطات القلب والتشخيص زي ما قلت عوامل الفكورة هي بخفاعة ضغط الدم بخفاعة ضغط الدم ده يعتبر يسمونه القاتل الصامت سيلنت كده الناس لو جير كده ومعرض ضغط معرضين كأن يجيلهم كنتظرات كتفقين أهم العوامل الارتفاع عن نسبة الكلسترون في الدم السكر السمنة السمنة المفرطة لازم الرياضة لازم الرياضة ونقص الوزن ونقص الوزن كل دي عوامل يؤدي إلى حدوث بالنسبة فإحنا لما نصبط المهمة نقل نفسنا الغذاء الصحي يعني نكونش حاجات فيها دهين كثيرة ملح قليل في الأكل الرياضة نقص الوزن كل دي عوامل هساعدني على تقليل حدوث بصور الشراء تاجي وبالتالي تقليل حدوث بصور الشراء مرسي جداً يا دكتور كنا سعدائك جداً مجوز حدرتك معينا استناديكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم